مشاهدين أهلا بكم معنا مرة تانية من التواصل معكم على الهواء مباشرة ولقاءنا الرئيس اليوم وحديثنا عن صحراء الممليك صحراء الممليك وما بها من آثار مصرية بتنتمي يمكن لعصور مختلفة ولماذا سميت بهذا الاسم أهم الآثار المتواجدة بها ده حيكون وحديثنا عن هذا الموضوع يكون من خلال لقاءنا مع نفس الدكتور مصطفى الروبي جمعة أستاذ الإرشاد السياحي وعضو اتحاد الأثاريين المصريين والموريخين العرب أهلا بكم معنا دكتور أهلا بكم معنا صحراء الممليك الاسم يمكن غير دارج للبعض ويمكن بيسمعه الأول مرة والبعض يمكن عارف فين ايه موقعها ولماذا سميت بهذا الاسم وإحنا عندنا صحراء الممليك دي يعني هي أصلا عشان ما نتقل صحرائي فكت في البداية أصلا صحراوية إنما نصبت للممليك لأن الممليك هم أول من عمروه بالشكل الكبير زي ما احنا شايفين كده مثلا نلاقي مرسومة على الجينيه العمر المصري الجينيه مسجد السلطان قايد باي ودي من موجود من صحراء الممليك موجود كونسوة أبو سعيد موجود سلطان إنال موجود ضريح يعني حاليا يا فين موقع موقع حضرتك إحنا بالنسبة صحراء الممليك هنتكلم عليك جغرافيا يبقى طريق صلاح سالم طريق للسرطان ميدان استدعيشة لغاية العباسية اللي هي مش صحراء دلوقتي يعني يعني صحراء ده يعني ده لا لا بالضبط جده هي التقسيم الجغرافي كده من أول ميدان استدعيشة لغاية العباسية من صلاح سالم لغاية تسرط يعني المكان اللي بيجرى تحديثه دلوقتي اه طبعا اه طبعا هو في ميزة رهيبة قوي الميزة إنه هو قريب من المطار او على طريق سريع فاحنا لو طورناها يبقى سهل كتير من أماكن صعبة الوصول يعني ما بيجي ناخد السقح وندخله شراء المعيزة يعني فيه بقى فيه مثلا نفس المجموعة اللي عاملها السلطان مثلا الغوري في شراء المعيزة فيه مجموعة ألوون فيه مجموعة برقوق موجودة في صحراء المملك ازيها بالضبط طب ليه السقح ما بيروحاش للأسف الشديد صعبة الوصول دلوقتي بسبب المقابر كتير اللي موجودة حواليها طبعا المنطقة دي لها خصوصية بس معنا من زمان فيها عندنا كلمة القرافة يعني فيه القرافة الصغرى والكبرى والقرافة الشرقية القرافة الشرقية هي قرافة اللي هي الصعراء المملكة وكلمة قرافة يعني سبحان الله هي تسمية في القاهرة فقط يعني لو رحنا برا القاهرة ما تلاقيش الناس بيسموه كلمة قرافة راحين الترب راحين المدافن كلمة قرافة هي كلمة خاصة بيه مدافن القاهرة المملكية لان كان فيه قبيلة في قبيلة جات مع عامر بن عاص من جنوب شبجزة عربية هو بجي بيسكن القاهرة أو جاي بيفتح مصر ما كانش يسه في القاهرة كانت الفسطات بقى فجات سكنة المنطقة دي لذلك سبحان الله لما جم يدفنوا برا الفسطات بدأوا يدفنوا بجوار القبيلة دي فدفنت في منطقة قبيلة القرافة يعني هي القبيلة اسمها القرافة أو بني قرافة فسبحان الله كلمة القرافة مش معناها ترب ده معنى اسم القبيلة فاحنا عندنا تخرب برا قاهرة ما فيش برا مصر ما فيش الكلمة دي يعني هي في منطقة الصحراء الممالية ولو روحت حتى عند الإخواتنا المسحين ما فيش كلمة قرافة ما فيش يا واخدت حدك وضعت سبب التسمية تسمية اسلامية زمانية على إحدى القبائل السكت في المنطقة لذلك بقى الناس بتستغرب هو ليحنا عندنا في منطقة الترب بتاعتنا ساكن ناس مع الأموات لأ حدك ده من زمان يعني هي تفحالة طبعا بسبب أن الأسعار بتات المساكن غالية فالناس سكنت في الأحواش عادات موروثة إنما أنا أتكلم على موجود منطقة ساكنية يعني في منطقة اسمها منطقة أيد بي كما يطلقها الناس يعني أيد بي أيد بي جنب مجموعة السلطان قائد بي الناس سكنة كده القرافة كده المسجد كده فيعني لا ده وبقى مباني قديمة مش جديدة فمش بتكلم على الناس سكن أحواش وطرق أنا بتكلم على منطقة ساكنية بجوار المنطقة فده واضح إن كان ساكن من زمنه يعني كان منطقة ساكنية ودي زي ما يقول حالة خاصة في مصر أما بقى القرافة الصغرى والكبرى أو قرافة شرق اللي تصرد وغربه اللي فيها الإمام الشافي على اليمين وعمر بن العاص والصحابة اللي جنب فتحه مصر على الشمال دي لها بقى خصوية تانية خالص اللي برضو بنتوارهم وبيحاول نفتح بعض أماكن فيهم وطرق جديدة عشان نقدر نوصل لي السقح للمماكن دي هتفري معنا كتير قوي والهدف الحفاظ يعني كل ما هو أثري كل ما هو له قيمة تاريخية جميل كل ما له مكانة هيتم الحفاظ عليه صح بل ويصبح مزار فيما هو قادم هاخد من كلام حضرتك فيه طبعا الميديا والإعلام والبروباجندا على الواقع التواصل الاجتماعي بتقول إن الحكومة بتهد بعض الأماكن الأثري بس لازم نفرق بين المكان الأثري والمكان زو الطراز المعماري الفريد مكان أثري ومكان زو طراز المعماري فريد حضرتك جيد بنت مقبرة زو طراز المعماري فريد أنا مجبر إن أسميها أثر لا طبعا بالضبط كده فجاءت الناس شايفة بعينيها منظر قبر جميل جدا يعني وتراز جميل قوي هيتم الحكومة تهد إلحق وصور وطبعا إنما الأثر له مواصفات خاصة وزارة الأثار أعطت خريطة كاملة لوزارة النقل إن إحنا عندنا أثار فين إحنا عندنا أثار فين فبالتالي مقدرش الحكومة تهد أثار وإذا أجبرنا على ذلك فإحنا ممكن بقى نعلن للناس إن في مقبرة فلاني فلاني أو مقبرة تاريخية الأثارية فلانية دي هتنقل لسبب ما مصلحة عامة مصلحة عامة ولو كنا هنهد يعني إحنا في المحور عجاني السادات من طرق الشهيرة الجديدة يعني فيه في النص كده تحس إنه في ضريح قطع الطريف النص يميل وشماله عند كبرى فاردوس ده ضريح أو قبة السلطان قنصو أبو سعيم ده حتى مسك سنة يعني ماروش شهر قوي غير قنصو ألغوري غير قنصو ألغوري ده مسك سنة كده مملوكي أعمل مملوكي يعني الأمور كانت في آخر الدولة الملوكية كانت صعبة قوي فالراجل ده حتى يعني اللي كان فيه ترابات فممكن كم شهر أه ابن إياس بيقول عليه إنه هو لما بنى الضريح بتاعه قطع علينا الطريق طيب لما جات الحكومة وصولية تعمل محور جاني السادات ليه ما هدتش ما هدتوش ده عملت حواليه شفت حاليك بيقول ليه عملت حواليه أنا ما هدتش أهو ده نوع دليل على إن أنا ما بهدش بالعكس أنا بطور بحسن بجمل بحاول إذا كان عندي منتج سياحي فريد بس مش قادر أوصله ليه ما قادرش أوصله خصويا إذا ما اتفعنا إن مكانه قمة الروعة في طريق السائح هو جاي من المطار أو رايح للمطار ليه ما نعملش ترانزيت هيفيدني أنا في العرض السياحي أكتر في أن أنا أعمل دعاية أكتر لمنتج سياحي جديد ما كانش عندي قبل كده لو ندي مثال مثلا ضريح الإمام الشافعي من اللي بيزروه نوعيتين من الناس من النوعيتين دول نوعية الناس اللي هي بتتشفع بي حاجة دينيا وتحط بقى جوابات في الضريح وتتمسح والنوعية التانية هما جماعة مؤمنين بين الإمام الشافعي وأمام أهل السنة وليه كتب في العلم ومراجع علمية محترمة فإحنا نازم نزور ضريحه ودول منهم ناس عقلانين شوية ما فيش بقى تمسح ولا تبركوا كام ده كله فليه ما دخلش نوع ثالث ونوع السياحة الأثرية فعشان كده الحكومة هدفت من تطوير ضريح أقوبة الإمام الشافعي لكده أنت لو دخلت جواب حاليك هتلاقي أن أكبر كوبة ضرحية في مصر ولا أروح ولا أروح من بره الأوبة دي رصاص عكس الشمس تعكس الشمس ومن جوا ضريح خشبي جميل جدا فيها مدفون ابن عبدالحكم أول مؤرخ في مصر إسلامي صاحب كتاب فتح مصر وفوضائلها يعني لا الموضوع كبير كل دي تعتبر آثار صحراء المماليك لا بتاع ما مشافي القرفة الصغر صحراء المماليك دي لا لا ده قصة فيها ستة وستين أصر ما شاء الله فيها ستة وستين أصر أشهرهم 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 طبعا السلطان سليم الأول أخذ مصر في كم سنة هو كان السلطان الوالي الثالث ده كان من أكبر قضاء من أكبر قضاء عز كريم في تركيا في الدولة السلطان العاصمانية وكان مراشا حنمسك الصدر الأعظم يعني نمرتين في الدولة فحد تاني خده فهم حابوا يردوه فقالوا بتمسك سلطانة مصر بتمسك ولاية مصر فلما جاء مصر معه جيشه وبتاع فرح مستولى عليه فالسلطان ساعتها كان ينمسك سليمان القانوني فحاب يشيله ومش عارف فرح إيه بقى الدعاية السياسية الراجل ده خاين يا جماعة وإحنا كشعب جميل قوي صدقنا إن الراجل ده خاين وإنه بقى شيعي أبا بقى شيعي وبتاع فالناس بدأت عنه قدروا يستدوه ويدبحوه وقطلق عليه ضريح السلطان الخائن اللي رأيت النهاردة وتعامله ضريح وهو خائن من أول نظر هو كان عامله مدفون في سعراء المبلي السلطان أحمد أو السلطان الخائن ومشهور هناك إن ده السلطان الخائن وبسببه السلطان سليمان القانوني هو مشهور طبعا بالقوانين اللي عملها عمل كتاب اسمه قانون نامة اللي هو قانون إدارة السلطان العصماني اللي وليت مصر ده طلع كتاب مخصوص عشان إدارة مصر الهيبزك مصر يتولى سنة غاية ثلاثة الإدارة بتاع تمشي إزاي؟ هتحكم في إزاي؟ عشان فكرة الاستقلال ما بيش في المقحدة تاني مدفوني برضو هناك الخدوي توفيق في قوبة أفندينة ويدقوبة من أجمل القوبة والخدوي التوفيق ده أمه مدفونة في حوش الباشا في جنب الشافعي ضريح الإمام الشافعي ويليه برضو قصة طريفة جميلة قوي الخدوي توفيق ابن جاريا الخدوي اسماعيل أبوه كان تزوج أكثر من واحدة وخلف منهم بس كان ابنه كبير توفيق من جاريا فلما جاء اسماعيل أخذ الولاية وبعدين تحول لقبه الخدوي يعني ابنه كبير اللي هيمسك مش ابناء محمد يعني كان مفروض في الفرمان الأصل إنه أكبر يا واحد في اللي هيمسك فكان أخو اسماعيل اللي هيمسك بعد ما تحول الفرمان من السلطان إن ابن اسماعيل هيمسك فكده ابن الجاريا اللي هيمسك فرح قال لي اسماعيل ما ينفعش السلطان عبد عزيز قاله إزاي ابن الجاريا يعني ده الناس هتعيروا فقاله اتجوزة يا اسماعيل فرح متجوزها وماتت وعملها دفنة محترمة قوي ففيه أرافة جنب الإمام الشافعي في حوش الباشا وكان خدوي التوفيق دفن لوحده في قبة أفندينة في منطقة أرفة المماليك أرفة المماليك لغاية النهاردة تضم 66 أثر منهم مثلا مجموعة فرج ابن برقود دي واحدة من أرواح المجموعة كلمة مجموعة دي بتفكرني بالتاريخ الفرعوني يجي الملك ابن هرم مجموعة هرمية مكبرة معبد جنزي طريق صاعد كان يجي المماليك يعمله إيه بقى فحياتهم كان ماشيين بمبدأ الحكم الإيمان غلب يعني لقتل السلطان يبقى سلطاني ده عادي جدا يعني فيقعد يقتل طول حياته ويدبح وفي الآخر يعمل نفسه إيه مدرسة لتعليم الناس الدين الله ويعمل نفسه ضريح بعد ما موزت دنيا بعد ما الدنيا موزت قبل كده يعني يقال مثلا السلطان ألوون السلطان ألوون ده قبل ما يموت بيبرس وصع على ابنه قال له كانوا أصدقاء هم قال له يا ألوون أنا وصيك على ابني تخلي بالك منه وكده فبعد ما مات بيبرس سنة اثنين راح قاتل ابنه وخد الحكم ده كان ايه كان العادة عند المملك فمسلا فرج ابن برقوق او اضريح اللي كانت معمولة بقى وكان فيها لفتة جميلة قوي اول إزاعة القرآن الكريم في العالم ازاي بقى كان كل واحد مملوك يعمل ضريح نفسه او قبة على الشبابيك بتاعة القبة بيعين واحد يقرأ القرآن لمدة ساعة يخلص يجي واحد جنبي الشباك التاني يقرأ القرآن لمدة ساعة يخلص يجي لجنبيه يقرأ القرآن لمدة ساعة فانت تحس ان في 24 ساعة قرآن قرآن لان الضريح في شبابيك على الشارع فالناس طول 24 ساعة قرآن كريم يتلى نقى الليل واثنى النار فيعني دي زائع قرآن كريم ماشاء الله فسبحان الله المملك كان عندهم افكار جميل قوي دي دي قبة الضريحية في عندنا بيحط مدرسة لتعليم الاربع مذهب بيحط مثلا مسجد طبعا للصلاة وفاكر كده ان هو خلاص بقى يعني وكده عمل عليه اه وكده عمل عليه يعني كده هيكفر له زنبه القتل اللي حصل اه يعني هم هجوم كلهم على اسنة الرماح يعني مفيش سلطان مملوك يذكر جي مثلا يعني هو معروف ان المماليك اصلا كلها مش اصول مصرية يعني هم جايين هم دخلاء على المستوطنه مصر كلمة مملوك داخلها غلام مشترى من العبيد او من الرقيق من خارج مصر ومعظمهم كانوا من برا يعني الجوري دوت او الهوري من جورجيا وكا اسمه الجوري ولما دخل مصر على الجوري اه وعاكده تعلمه بعد كده القرآن بيعلمهم ومزاغهم في سن تسعة لغاية تلتاشر سنة ما بيجيبوش قبل ولا بعد بيكون خلاص الموضوع بالنسبه له بعد تلتاشر صعب وقبل تسعة صعب فبيجيبوه من تسعة لتلتاشر يربهم في مصر ويعلمهم القرآن العربي كم ده كله في حيث اسمها الطباق والطباق دي مدرسة لتعليم الممالك الفروسية اللغة العربية السلاح تدريبات الحربية والعسكرية والسرع اليدوي احنا هيكل لنا اللقاءات تانية لان الموضوع واضح انه كبير انا كنتم تخيلين احنا هيكلم بس عن سعار الممالك بشكل يعني توضيحي ولكن واضح ان في تفاصيل كتير هنسعد بحضرتك مرة تانية اذا كان وقت حضرتك يسمح شو رجلنا لهذا اللقاء الاستاذ الدكتور مصطفى الروبي جمعة استاذ الارشاد السياحي وعضو اتحاد الاثريين المصريين والمؤرخين العرب نورتين النهاردة فانا شكرا فانا مشاهدينا في كل مكان ساعدنا بوجودنا معاكم نهاردة فعلى وعد دائم بلاقات اخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنسبة عليكم انتظرونا اشتركوا في القناة